سلام الله عليكم مرحبا المتتبعي قناة الحميدي اذا بعد ما تعرفنا في الحلقة اللي قبل على كيفاش نكتبه مقدمة لمؤلف ظاهرة شعر الحديث لأحمد المعداوي المشاطي ان شاء الله هاد الحلقة غدي نتعرفه جميع على سياق القولة داخل هذا المؤلف واش جات لنا في الفصل الاول واش تحديدا في القسم الاول منه او للقسم التاني او اللي جات لنا في الفصل الثاني او اللي في الفصل الثالث او اللي في الفصل الرابع اذا هادش ان شاء الله اللي غد نتعرفو عليه في هذه الحلقة هذه لكن قبل ذلك بغيتكم يعني تفهموا هذه الخطاطة اللي قدمكم الآن الاخوان اي واحد بغى انه يعني يحصل على نقطة جيدة جدا ضروري اتبع هذه الخطوات لفي هذه الخطاطة هذه الفهم زائد الحفظ يساوي النجاح الفهم الجيد زائد الحفظ يعني والتمكن من الحفظ يساوي النجاح ما كنش النجاح من يعني من والوء من غير هذه الخططة اللي هي الآن امامكم اذا اتمنى على انها تكون خطاطة واضحة وبينها طبعا اذا غادي ننتقل يعني من السؤال لنمر جميعا الى جواب السؤال اذا السؤال اللي غادي نجاوب عليه او اللي غادي نوريكم كيفاش غادي تجاوب عليه ان شاء الله في هذه الحلقة هذه فهو كيجي على الشكل التالي ربط القولة بسياقها داخل المؤلف الاخوان اذا كيفاش غادي نعرف سياق ديال هاد القولة هدي في هاد المؤلف هذا اذا الطريقة الوحيدة اللي غادي نعرف بها سياق هاد المؤلف هي على الشكل التالي خاصنا ان نعرف صفحات من الى اذا كما كتعرفوا الان ضاهرة الشعر العربي الحديث او ضاهرة الشعر الحديث لأحمد المعداوي المجرطي تنقسم الى اربعة فصول الفصل الاول العنوان دياله التطور التدريجي في الشعر الحديث وهذا الفصل تنقسم الى قسمين القسم الاول نحو مضمون ذاتي من كي يبدأ؟ كي يبدأ من صفحة سعود الى صفحة 36 صفحة سعود الى صفحة 36 الاخوان هاد الصفحة هادو كيتحفظو كيتحفظو باش مباشرة كتحط لك القولة كتغبط للصفحة اللي انت عندك تما وكتعرفها واش ما حتوطها لك في القسم الاول او لو في القسم الثاني من الفصل الاول القسم الثاني نحو شكل جديد من صفحة 36 الى صفحة 55 الفصل الثاني العنوان دياله تجربات الغربة والضياع كتبدأ من الصفحة 55 الى صفحة 105 الفصل الثالث تجربات الحياة والموت كتبدأ لنا من الصفحة 107 الى صفحة 193 اما الفصل الرابع والاخير للعنوان دياله الشكل الجديد كي بدأ لنا من الصفحة 95 الى اخر المؤلف ده بغادي ندوز معاكم باش تعرفوا كيفاش او باش نتعرفوا جميع على كيفاش غادي نجاوبوا على هاد السؤال ديال اه سياق يعني او ربط القولة بسياقها داخل المؤلف اذا اخوان شوفوا معايا مثلا نربط القولات بسياقها داخل المؤلف غادي نمشيوا العدد الصفحات اذا عندنا هنا من الصفحة 230 للصفحة 213 اذا مباشرة غير نشوفوا احنا 230 213 كنعرفوا بانا عندنا احنا الفصل الاخير كي بدأ لنا كما قلنا مناش كي بدأ من الصفحة 195 كما كتشوفوا معايا اللي هنا يا 95 الى اخر المؤلف اذا فسياق ديال هاد القولة كي جينا يعني في صفحات ديال الفصل الاخير اذا شوفوا معايا الجواب على السؤال ربط القولة بسياقها داخل المؤلف الاشارة الى ورود القولة في الفصل الرابع من المؤلف اي الفصل الاخير اللي هو العنوان ديالو الشكل الجديد الذي خصصه الكاتب للحديث عن وسائل التعبير الفنية في الشعر الحديث والتي تهم اللوها والصورة الشعرية والإقاع طبعا اذا دا باشنو غادي ان شاء الله الفيديوية الجاية غادي نبدأ معاكم في التلخيص ديال الفصول ديال ظاهرة الشعر الحديث ان شاء الله غادي نبدأ مع الفصل الاول والفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع غادي يكونوا تلخيص بسيطة ونفهومة باش ان شاء الله تقدروا انكم تحفظوها وتقدروا انكم تجاوبوا على السؤال ديالكم بحالة السؤال اللي خدمنا عليه دبعا اذا الى كانت شي سأقول تسأل عفوا خليوا لي بالتعليق الى الحلقة القديمة ان شاء الله اشتركوا في القناة